اتصادم الغير مرن اتصادم الغير مرن رح ناخد مثال عليه زي ما انتو شايفين فيه قدامكم صورة شاحنة وسيارة متصادمات رأس برأس ولاحظوا زي كأنهم صاروا بعد هذا التصادم كما لو انهم جسم واحد بحكي لنا المثال سيارة كتلتها 500 كيلو جرام بتصير بسرعة 36 كيلو متر في الساعة طبعا ملاحظة سريعة لازم ننتبه انو عندي السرعة كيلو متر في الساعة واحنا بنتعامل مع المتر لكل ثاني اذا هون في عندي تحويل باتجاه الغرب يعني كلمة الغرب جدا مهمة وجزء كبير من الطلاب ما بنتبه لهذه النقطة لما تكون عندي غرب اذا لما اجي اعوض السرعة ايش هعوضها حوضها سالب تصادمت رأسا برأس مع شاحنة كتلتها 1500 كيلو جرام وتصير بسرعة 72 كيلو متر في الساعة باتجاه الشرق طبعا هون الشاحنة رح نعوض سرعتها موجب لانه باتجاه الشرق ولازم ننتبه أيضا للتحويل السرعة تبعتها فالتحمتها معا هون هاي الكلمة جدا جدا مهمة التحمتها يعني صاروا زي كأنهم جسم واحد يعني هذا التصادم غير مرن تام جد ما يأتي المطلوب الأول بده السرعة المشتركة لهما بعد الالتحام بعد ما صاروا زي كأنهم جسم واحد بدنا نشوف سرعتهم الآن أول إشي لما نيجي نحيل دائما بنطلع المعطيات من رتبهم بعدين بنكتب القانون وبنعوض لما نيجي نطلع المعطيات كاف واحد 500 كيلو جرام كاف 2 1500 طبعا كاف واحد هي السيارة وكاف اتنين هي الشاحنة عين واحد سرعة السيارة سالب 36 طبعا سالب قلنا لأنه باتجاه الغرب وعلشان أحول من كيلو متر في الساعة لمتر في الثانية لازم أضرب بألف وأقسم على 3600 فبتطلع عندي عين واحد سالب عشرة متر لكل ثانية في حين أنه عين اثنين اثنين وسبعين ضرب ألف على 3600 تساوي 20 متر لكل ثانية طبعا لما حكالي أنه التصادم رأس برأس هذا معنى أنه التصادم في بعد واحد نكتب القانون قانون حفظ الزخم كاف واحد عين واحد زائد كاف اتنين عين اثنين تساوي الآن بعد التصادم صروا زي كأنهم جسم واحد فأنا رح أحط بين قوسين كاف واحد زائد كاف اثنين وسرعتهم سرعة مشتركة اللي هي ضرب عين فتحة هلا بنعوض كاف واحد خمسمائة كيلو جرام ضرب عين واحد سالب عشرة وبرجع بعيد السالب لأنه الاتجاه للغرب زائد كاف اثنين ألف وخمسمية ضرب عين اثنين عشرين وعوضناها موجب لأنه حكالي أنه اتجاه سرعة الشاحنة نحو الشارق يساوي كاف واحد زائد كاف اثنين هي خمسمية زائد ألف وخمسمية وعين فتحة بتنزل مثل ما هي الآن الطرف الحد الأول رح يصير عندي خمسمية ضرب سالب عشرة سالب خمس ألاف زائد ألف وخمسمية ضرب عشرين ثلاثين ألف يساوي خمسمية زائد ألف وخمسمية ألفين عين فتحة بنجمع الأرقام وبتطلع عندي بالنهاية عين فتحة تساوي اطناش ونص متر كل ثانية وبما أنه الناتج كان موجب معناه الاتجاه رح يكون نحو الشرق طلب الثاني التغير في طاقة الحركية لكل منهما التغير دائما دلتها دلتها طاقة حركية للسيارة بتساوي نص كاف واحد عين واحد فتحة تربيع ناقص نص كاف واحد عين واحد تربيع اللي هو طاقة الحركية بعد التصادم ناقص الطاقة الحركية قبل التصادم الآن بنعوض القيام النص بتنزل مثل ما هي طبعا هون بدنا نلاحظ شغله انه النص وكاف واحد مشترك بين الحدين فباخدها من البداية كعمل مشترك يعني بكتبها مرة واحدة نص ضرب 500 بفتح قوس 156.25 ناقص 100 بطلع عندي الجواب 14062.5 طبعا بنلاحظ هون انه الناتج كان موجب طبعا هون طاقة الحركية وحد التجول التغير في الطاقة الحركية للشاحنة بتساوي نص كاف 2 عين 2 فتحة تربيع ناقص نص كاف 2 عين 2 تربيع اللي هي الطاقة الحركية للشاحنة بعد التصادم ناقص الطاقة الحركية للشاحنة قبل التصادم نفس الاشي بنعوض بنلاقي انه الناتج طلع معي بقيمة السالبة وهون الاشيارة السالبة تفسر بان الشاحنة بعد التصادم فقدت جزء من طاقتها الحركية من التطبيقات في حياتنا المهمة على التصادمات عندنا حركة القذيفة والمدفع لما تنطلق القذيفة من المدفع بتحول البارود الى غازات ساخنة عالية الضغط فبتنطلق القذيفة للامام في حين انه المدفع برتد للخلف طبعا قوة دفع المدفع على القذيفة بتكون مساوية لدفع القذيفة على المدفع مقدارا ومعاكسة الها في الاتجاه اذا فرضنا انه نظام المدفع والقذيفة نظام معزول ومحافظ فان الزخم الخطي محفوظ لهذا النظام يعني هذا الحكي معناه انه انا بقدر استخدم قانون حفظ الزخم مجموع الزخم قبل بساوي مجموع الزخم بعد وتكون القذيفة والمدفع قبل الاطلاق في حالة السكون ومن هون نعرف انه الزخم قبل الاطلاق بساوي صفر وهي الملاحظة جدا مهمة القذيفة والمدفع قبل الاطلاق كانوا ساكنين اذا السرعة صفر وبالتالي الزخم اللي هو كاف في عين رح تكون قيمته صفر ما قبل الاطلاق من مثل هذا النمط بيجي عندنا مثال اللي هو انه الجندي لما يجي يطلق الرصاصة كمان بشعر الجندي بارتداد جسمه للخلف بسبب اندفاع الرصاصة للامام الصورة الموجودة امامكم بتبين المدفع وبتبين القذيفة وبتبين عنا مادة البرود الان مادة البرود لما اشتعلت وتكون عندي غازات ساخنة عالية الضغط انطلقت الكرة للامام بنفس القوة اللي انطلقت فيها الكرة للامام حيرتد المدفع للخلف لكن بالاتجاه المعاكس ولاحظ معي هون انه سطح املس او ناعم حتى يبين عندي ان القوتين تسويات في المقدار ولا حتى يندفع المدفع للخلف مثال اربعة اطلقت قذيفة كتلتها 60 كيلو جرام بسرعة 500 متر في الثانية من مدفع ساكن كتلته 2000 كيلو جرام المطلوب منها جد السرعة التي يتحرك بها المدفع بعيد اطلاق القذيفة اذا المطلوب مني بالسؤال اوجد عين فتحة للمدفع اللي هي بعد اطلاق القذيفة الان مثل ما حكينا انه هنا بينطبق لنا مبدأ حفظ الزخم اي ان مجموع الزخم قبل التصادم بيساوي مجموع الزخم بعد التصادم قبل التصادم عبارة عن كاف واحد عين واحد زائد كاف اثنين عين اثنين على فرض انه كاف واحد عين واحد هي للقذيفة وكاف اثنين عين اثنين هي للمدفع وكلاهما الطرفين او الحدين ريحين يكونوا بيساوي صفر لانه مثل ما حكينا انه سرعة القذيفة وسرعة المدفع قبل انطلاق القذيفة رح تكون صفر وبالتالي عين صفر اذا الزخم رح يكون صفر بنيجي نشوف الطرف الثاني مجموع الزخم بعد التصادم رح يكون بيساوي كتلة المدفع في عين فتح المدفع زائد كتلة القذيفة في عين فتح القذيفة الان كتلة المدفع الفين ضرب عين فتح المدفع الزائد بتنزل كتلة القذيفة ستين وعين فتح القذيفة خمسمية وبالتالي لما نحل هاي المعادلة بتطلع عنا عين فتح المدفع سالب خمستعشر متر كل ثانية والإشارة السالبة هون فيه إلها معنا ومعناها أنه اتجاه حركة المدفع رح يكون عكس اتجاه حركة القذيفة الآن في عندكم آخر سؤال بهذا السلايد لماذا يجب أن تكون كتلة المدفع أكبر بكثير من كتلة القذيفة طبعا الهدف أنه حتى ما يرتد المدفع للخلف مسافة كبيرة ونحاول تكون هاي المسافة أقل ما يمكن لأنه أنا لما بطلق القذيفة مش هدفي المدفع يرجع لوراه أنا هدفي بس انطلاق القذيفة